وسط تصعد الخلافات وحدة التجاذبات بين الأقطاب العالمية جاءت قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية باحثة عن نقطة التقاء لأكبر دول العالم اقتصاديا ملفات مختلفة وآراء متقاطعة ليس في الاقتصاد فحسب وإنما في السياسة أيضا كل أدلى بدلوه بما يرضي خصمه وبما يغيضه أيضا ختام القمة حمل تأكيدا من قادة الدول المشاركة على السعي لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي مع التحذير من أن التوترات التجارية والجيوسياسية قد تترك أثارا خطيرة على حركة الاقتصاد في السنين المقبلة التجارة الحرة وضمان حمايتها وحياديتها هي النقطة الأبرز التي ركزت عليها الدولة المضيفة اليابان تحت هذا الإجماع ثمت نقاط سياسية أثيرت حول مشاكل الشرق الأوسط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يفوت الفرصة للحديث عن الملف الإيراني مؤكدا أن بلاده تملك لائحة بعشرات الأهداف المحتملة في إيران في إشارة إلى أن احتمال توجيه ضربة عسكرية لها ما زال قائما قريبا من إيران تركيا حيث العلاقة مع أمريكا بين الشد والجذب يبدي ترامب لغة غير متشددة وبروح المدافع عن أنقرة يؤكد أن لجوء الأخيرة إلى شراء منظومة S-400 الروسية كانت طراريا بسبب إدارة أوباما التي لم تنصف تركيا بقضية منظومة باتريوت الدفاعية وفي هذه التصريحات تسليم من واشنطن لأنقرة باستلام منظومة الدفاع الروسية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد الخبر بقوله إن بلاده ستستلم منظومة S-400 الروسية في النصف الأول من شهر تموز المقبل ويبين أن العرض الروسي في تلك الفترة كان الأقرب لتركيا في زمن متسارع الأحداث لا يحتمل التأجيل والمساومات بنفس طويل حديث آخر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيد فتح باب لم يحكم إغلاقه قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مدينة اسطنبول يؤكد ترامب أن السعودية مستمرة في محاكمة المتهمين في القضية حتى كشف ملابسات الجريمة بشكل كامل قمة وإن أجمعت في الخطوط العريضة على قضية الاقتصاد العالمي وتحدياته لكنها في جوهرها كانت ميدانا لتصفية الحسابات من جهة وبحث إمكانية إعادة الاستفافات الدولية من جهة أخرى بشكل أكثر